اهلا بيكم في فيديو جديد عاملين يا شباب النهاردة هنتكلم عن موضوع مصار الفترة اللي فاتت وكل الناس بتسألنا عليه هل قبل هتأجر الايفون هل فعلا الايفون ده هيبقى عبارة عن خدمة لازم تدفع لها فلوس كل شهر عشان تقدر تمتلكه ولا ايه اللي هيحصل بالزبط وهنتكلم كمان على النسخة الكاملة من الاي او اس ففتين واخيرا نسختين جداد من الماكبوك اير او بالاصح نسخة اجداد بحجم شاشة اكبر متنسوش تعملوا لايك للفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب ليتشانل وهتلاك مان في الديسكريبشن انستجرام وعايز اعرف رأيكو هل دي حاجة كويسة قبل ما انا احل لكم الموضوع وقول لكم ايه اللي حصل بالزبط هل حاجة كويسة ان انت تدفع ايجار الايفون بتاعك ولا انت تدفع السعر على طول مرة واحدة وتمتلكه مرة واحدة وخلانا ندخل في الفيديو على طول خلان نبتدي باهم مخبر في القصة ديت انه ابل بتقجر الايفون انا عارف انه ابل كان عندها خدمة شبه كده في الدول اللي فيها ابل بشكل رسمي ان انت بتشتري الايفون وبتدفع قصوة الجهاز دوت على مدار سنة او سنتين او حتى ثلاث سنين بدون حتى ما تدفع فايدة ولكن الموبايل بيبقى ملكك يعني انت في نهاية المطاف بتملك الايفون دوت اللي ابل بتفكر انها تعمله على اواخر 2022 او حتى على بداية 2023 ان هي تأجرلك الايفون يعني زيها زي الخدمة بتاعة انغامي بلوس او سبوتيفاي انت بتدفع كل شهر عشان تاخد خدمة بريميوم ولما ما تدفعش الخدمة بتتقطع عنك كيانك بتأجر عربية بالزبط انت بتدفع عشان تاخد عربية معينة تستخدم العربية ديت لما ما تدفعش الايجار بتاع العربية العربية بتتخذ منك هل لو انت اجرت الايفون ثيرتين برو مسلا ونزل بعده الايفون فورتين هل ده معنا ان انت بترجع وينفع تبدل لسه القصة ديت مش واضحة قوي ولكن دوت توجه قابل عشان تجبرك انك كل شهر تدفع وتقدر بشكل واضح وصريح تعتمد على الهاردوير زي زمان يعني لانه دلوقتي الهاردوير في تناقص كتير جدا ان الناس تشتريه انت مش كل سنة بتشتريه ايفون ولا كل سنتين حتى في ناس مكان الموبايل يقعد معي خمس وست سنين ولكن انت لما تأجر حاجة من حد انت لازم كل شهر تدفع له عشان تستخدم الحاجة ديت فدوت الفلسفة قبل اللي عايزة تعمله والحقيقة انا شايف انه دي خطوة كويسة عكس من الناس كلها متوقعة انت دوت معناه انه اي حد اي حد ممكن يشيل احدث ايفون من قبل اخر جهاز قبل منزلية يجربوا شهر واثنين وتلاتة ويقدر يرجعون ولكن الموضوع دوت مستحيل يحصل في اغلب الدول العربية واللي منهم مصر لانه قبل اصلا مش موجودة في مصر فاحنا يعني ده من وجهة نظر انا ما عرفش لسه الموضوع تابعته ايه او المصدر بتاع الخبر دوت في الدسكريبشن وممكن في اول كومنت ولكن الكلام دوت هيبقى مخصص اكتر للدول اللي فيها قبل كندا امريكا ممكن الامارات وفي حد ذاته حاجة كويسة جدا عايز اعرف رأيكم فكرة انت اتقجر ايفون دي حاجة كويسة ولا لأ وخلانا ندخل على الخبر التاني اللي مهم جدا يعني انا شايف ان كل الاخبار بتاعت الفيديو بتاعت النهاردة اخبار كويسة ايجابية عكس من الناس معتقدة يعني قبل بتفكر ان هي تعمل ماجبوك اير خمستاشر انش لو سألت اي حد مقبل على شراء ماجبوك من قبل هتلاقيه عاجبه جدا تسعير الماجبوك اير اللي هو بالالف دولار تقريبا فعلا سعر ممتاز جدا والكواليتي اللي انت بتاخدها من الماجبوك بتاع قبل مستحيل تاخده من اي جهاز تاني ولكن العيب الخطير انه هو تلاتاشر انش وده صغير جدا يعني هتلاقي الناس كلها اللي ما اشتريتش الجهاز ما بتشتروهش عشان حجم شاشته صغير فمش مناسب للشغل ولا مناسب حتى للدراسة بشكل متوسع ممكن تجيب ايباد افضل عشان كده قبل هتنزل اتنين فيرجن من الجهاز دوت الماجبوك اير التلاتاشر انش والماجبوك اير الخمستاشر انش واللي هيكون ثورة كبيرة لو فعلا تم بالموضوع دوت كمان من المفترض انه الاجهزة دي هي تمجيش بحاجة زي البروموشن ديس بلاي وحاجة زي الميني اي دي انا شايف ان دي هي تمييزة لان انت مش هتستخدمها وهتكون حمل كمان على العتات بتاع الجهاز مش هتحتاجها بشكل كبير وفي نفس الوقت هتقللك سعر الجهاز بشكل كبير انت بتتكلم في الف دولار وممكن نسخة لخمستاشر انش تبقى الف وتلتمية دولار وهتبقى صفقة رائعة ان انت تملك جهاز كمبيوتر من قبل بحجم شاشة كبير وعلى فكرة الشاشة بتاعته اللي هي مش يبقى فيها كل التقنيات الحديثة ديت هتبقى افضل من اي شاشة لابتوب ويندوز جيمينج او حتى اعلى من الجيمينج عايز اعرف رأيكو برضو في القصة ديت لو حد مهتمة بالماجبوك اير واخيرا النسخة الكاملة من الايوز ففتين نزلت هتقول لي ده هي نزلة من ست شهور تقريبا هي فعلا نزلة من ست شهور ولكن اللي نقصده ان ديت النسخة بكل المميزات اللي قبل اعلنت عنها في الدابليو دابليو دي سي او مؤتمر المطورين العام العالمي بتاع قبل كل المميزات تقريبا اللي قبل اعلنت عنها خلاص كلها جت في الميزة ديت لو انت متعرفش قبل لما بتعلن عن سوفت وير جديد زي الايوز ففتين او حتى الفورتين او حتى السكستين اللي لسه هنزل اللي هنتكلم عنه بشكل موسع بتقول انه هيجي في مميزات المميزات ديت ما بتجيش كلها اول ما السوفت وير بينزل لأ بتيجي على مدار السوفت وير دوت بسوفت وير اوبديت واخر اوبديت دوت اللي هو جاب كل المميزات اللي قبل قلت عليها في دي كل الاخبار الجديدة هيبقى في فيديو مخصص عن بشكل كبير لانه بقالنا كتير ما اتكلمناش عن تسريباته اتمنى يكون الفيديو عجبكم متنساش تعمل لايك متنساش تعمل سبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد